السمنة طبعاً نحن نعتبرها مرض العصر فالسمنة العلاج بتاعها دائماً ما يقول للناس الحمية السمنة طبعاً أسبابها متعددة لكن السبب الرئيسي هو الأكل حتى في ناس كانوا بيعتبروا السمنة ما مرض لأنه هي عدم الأكل هو الأساسي يعني في أمراض سبب السمنة بأنها لا علاقة بالهرمونات يعني مثلاً هرمون الكورتزول لأنه يكون عالي أو يكون في كسل في الغضة الدرقية لكن هذه أمراض نادرة جداً فالأكل هو العلاج الأول والأخير الحمية هي للسمنة فبالتالي يعمل الحمية وفي نفس الطائد الثاني يعمل الرياضة ونبدأ العلاج حتى الحبوبة اللي بنعطيها الأقراص هي أساساً الحبوب هي بتقلل الشهية الأكل بمعنى أنه ستقلل الهرمونات اللي بتزيد الشهية وبتقللها وفي نفس اللحظة تقلل الهرمونات اللي هي بتكون عالية عند الجوع ولو يفترضنا آخر حاجة آخر علاج نمشيله للسمنة هو العلاج الجراحي جميل الجراحي هذا في النهاية هو يعني حتى لو عملنا قص معدة هو في النهاية بنحتبره صيام إجباري صيام إجباري لأنه أنت قوة خارجية أيوة يعني أنت أنا بقلل المعدة بتاعتك أنت أول ما تأكل تحس أنه خلاص شبعة بطن أو نعمل الجراحة التحورية هذه الامتصاص بجل ففي النهاية الهدف كله سواء كان جراحة ولا هذه هو صيام فاخذ النصيحة من طبيب حاذق